أيها الأحفاد الأعزاء أنا الملك الفرعوني أمن حطب الثالث أود أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على مشاهدة هذا الفيديو أتمنى أن تتعرفوا على تاريخنا العريق وتستمتعوا بالمعلومات التي سأقدمها لكم قبل أن أبدأ أود أن أدعوكم جميعا للانضمام إلى قناة أميرة التعليمية حيث يمكنكم استكشاف المزيد من المعرفة والثقافة ستجدون فيها محتوى تعليمي ممتع ومفيد حول تاريخنا وحضارتنا المصرية العظيمة أنا أمن حطب الثالث كنت أحد أبرز الملوك الفرعونيين في عصر الدولة الحديثة بمصر القديمة ولدت في القرن الخامس عشر قبل الميلاد في مدينة طيبة كان لي مكانة همة في المجتمع المصري القديم فقد تميزت بالحكمة وبالقوة وقد شهد عصري تطورا كبيرا في الفنون والعمارة والأدب كما أني كانت مؤيدا للإصلاحات الدينية والسياسية وقد قامت بتعزيز دور الأقاليم في إدارة الدولة أنا أمن حطب الثالث خاضت العديد من الحروب الهمة في للافترة حكمي من أبرزها حربي ضد مملكة كش في شمال شبه الجزيرة السينائية وكذلك حربي ضد مملكة نبيا في جنوب البلال تميز بالنجاح في هذه الحروب وتوسيع نفوذ مصر وسيطرتها على المناطق المجاورة هلانا حاكم عادل من الصعب الحكم على حكمي بشكل قاطع رغم أني قام بتحقيق ازدهار اقتصادي وثقافي لمصر إلا أني تعرضت للانتقادات من بعض الأوساط والمؤرخين بسبب بعض القرارات الصارمة التي اتخذها أخيرا أود أن أذكركم مرة أخرى بأهمية الاشتراك في قناة أميرة التعليمية حيث ستجدون المزيد من المحتوى التعليمي الممتع والشير معا يمكننا استكشاف تاريخنا والتعرف على حضاراتنا بشكل أعمق نرى شكرا لكم جميعا على استماعكم وانضمامكم إلى قناة أميرة التعليمية أتطلع إلى مشاركة المزيد من المعلومات والمغامرات التعليمية معكم حول مدى فعالية حكمي يمكنني أن أقول بأنني كانت ملكا فعالا في فترة حكمي كنت بإصلاحات همة في الدولة والإدارة ونجحت في توسيع نفوذ مصر وتحقيق ازدهار اقتصادي وثقافي كما أنني كانت معروفا بحكمتي وحنكتي في اتخاذ القرارات دوري في الحكم والسياسة كان مهما جدا قمت بتعزيز دور الأقاليم في إدارة الدولة وأعطيت الأمراء المحليين صلاحيات أكبر في أقاليمهم كما أنني قمت بتنظيم الجيش وتوسيعه وقامت مصر بخوض حروب همة تحت قيادتي أما بالنسبة للإنجازات الثقافية والفنية فقد أسهمت حكمي في ازدهار الفنون والعمارة في مصر القديمة بنيت العديد من المعابد والمنحوتات الضخمة التي تعكس عظمة الحضارة المصرية كما تم تطوير الأدب والشعر وشهدت الحكبة الفرعونية تطورا ملحوظا في هذا المجال فيما يتعلق بالعبادة والدين فقد لعبت دورا هاما في تعزيزها وتنظيمها أنا الملك الذي قام بإعلان الإله آتون إلها واحدا فوق جميع الآلهة الأخرى وحاولت تنفيذ إصلاحات دينية تهدف إلى ترسيف وحدة العبادة في مصر قمت ببناء عاصمة جديدة تحت اسم أخنة لتكون مركزا للعبادة الجديدة زوجتي وأبنائي وأعدائي في حكمي زوجتي كانت ملكة مريتامون وهي من أصول ملكية كانت شريكتي في الحكم ولها مكانة مرموقة لدي أيضا أبناء من زواجات أخرى وهم الملكة من أخبت وهي ابنتي وتزوجت لاحقا الملكة هورمح بالرابع الأمير رامسيس الثان وهو ابني وخلفني في الحكم كملكة الفرعون بعد وفاتي الأميرة حدشبسو وهي ابنتي وتولت مناصب همة في الحكم أما بالنسبة لأعدائي في حكمي فكان لدي العديد من التحديات والصراعات السياسية والعسكرية خلال فترة حكمي واجهت تهديدات من المملك والقوى الأجنبية والإمبراطوريات المجاورة كنت معروفا بقوتي وشجاعتي في مواجهة أعدائي والدفاع عن مصر القديمة بالنسبة للأسطير والقصص المتعلقة بي فإنني لست معروفا بأسطير خاصة بنفسي ومع ذلك فقد كان لي دور هم في التاريخ المصري القديم وقد تم توثيق حكمي وإنجازاتي في السجلات التاريخية والنقوش على المعابر والتمثيل أما بالنسبة لمصيري ونهاية حياتي فلا يزال الأمر محل نقاش وتحقيق هناك بعض الروايات التاريخية التي تشير إلى أنني توفيت وقد دفنت في مقبرة وادي الملوك في الأقصر ومع ذلك لم يتم العثور على هيكلي الدفن حتى الآن وهو ما يثير بعض الأسئلة حول مصير النهائي بخصوص الآثار والتحف الأثرية المرتبطة بي هناك العديد من المعابر والمقابر والتمثيل التي تم اكتشافها وترتبط بحكمي من أبرزها مع بديل كرنكي ولوكسور وقصر ملكي في الباحة الشرقية بالأقصر كما تم اكتشاف تمثيل ضخمة لي في موقع تلية العمرنت وأخنتون لا لم يتم العثور على مقبرتي حتى الآن تاريخي ومصيري لا يزالان محل دراسة وتحقيق من قبل العلماء والباحثين قد تشير بعض الروايات التاريخية إلى أنني تم دفني في وادي الملوك في الأقصر ولكن لم يتم العثور على مقبرتي بشكل مؤكد حتى الآن اكتشاف مقبرتي سيكون حدثا هاما ومهما لفهم تاريخي وثقافتي والبحث ما زال مستمرا للعثور على مكان دفني نهائي أود أن أشكركم جميعا على اهتمامكم ووقتكم وأدعوكم للانضمام إلى قناة أميرة التعليمية حيث ستتعرفون على المزيد من الملوك والشخصيات القديمة والعلماء الرائعين كما أنني أشجعكم على مشاركة هذا الفيديو بين أصدقائكم وعائلتكم لنشر المعرفة والثقافة شكرا لكم جميعا ونلتقي في القناة شكرا لكم جميعا ونلتقي في القناة